خلينا نشوف الناس اللي بتتكلم عن خدرة الجيش من واقع الأخبار المصرية علشان نعرف بس ايه ان احنا ما عندناش حجة يعني اه فيه دبلوماسية وفيه سياسة وابا ولكن الامر اذا وصل واحتكم الامر زي ما بيقولوا انك تتدخل لابد ان تتدخل من اجل الحفاظ على حياة بلدك اجل الحفاظ على حياة الشعب المية واربعة مليون اليوم السابع بتقول اسطورة الجيش المصري عشرين عشرين احدث سلاح واقوى مقاتل ده خبر على اليوم السابع بعيد بقى عن المسلسلات بعيد عن الكلام ده اذا هو قوي بما يكفي الجيش قوي بما يكفي انه يدافع عن حياة المصريين خبر بيقول في الوطن في جريدة وطن ترتيب جيوش 138 دولة في 2020 مصر الاول عربيا والتاسع عالميا اذا لديها القدرة عن الدفاع والتعامل مع سد النهضة اليوم السابع بتقول جلوبال فاير باور بيقول الجيش المصري بالمركز التاسع ضمن اقوى جيوش العالم في 2020 ده من على اليوم السابع زي ما حضرتك شايفين وده كله بيؤكد ان الجيش لديه القدرة او يفترض ان لديه القدرة على التعامل مع سد النهضة في حال تعصرت او سدت الابواب السياسية والدبلوماسية لان مياه النيل زي ما اسمعنا من المشير عبد الحليم ابو غزالة مياه النيل خط احمر ولا يمكن تجاوزه باي شكل من الاشكال طيب عمر اديب واحمد موسى بيؤكدوا على قدرات الجيش وبيؤكدوا على قوة الجيش واحنا بالتالي بنقول هذه القدرات لابد ان تستغل في الدفاع عن حياة الشعب المصري وحياة الدولة المصرية من اي تهديد والتهديد الاجبر دلوقتي هو سد النهضة اللي ممكن يمنع المياه عن المصريين كله تشوف مع بعض احمد موسى عمر اديب واحمد موسى التقارير اللي جاي عن الجيش المصري من اكبر مواقع فاير باور يتحدثون عن انه هذا الجيش هو اكتر جيش في الخمس سنين من اكتر الجيوش في الخمس سنين اللي فاته اللي استورده اسلحة فاير باور في اخر خمس سنين من اكتر الجيوش وبعدين كاتبين جوا في المقال ايه وعلى فكرة عاملين مقال محترم جدا ومقسمين القوى السكانية بتاعت مصر وقوى الاقتصادية واشياء كثيرة ولكن اهم حاجة الينا كمان ايه بيقلوا بكل قوة مش فاكرين الارهابيين الاخوان المجرمين لما كان بيكلمك وانتو بيجيبوا اسلح ليه بتجيبوا حاملات هليكوبتر ليه مسترال بتجيبوا طيران حديث ليه بتجيبوا احدث احدث انواع الاسلحة موجودة عندنا في قواتنا المسلحة موجودة عندنا اه انا بقولك على هوا اه جيشك يمتلك احدث انواع الاسلحة فكانوا هم زعلانين ما هم مش عايز جيشك يبقى قوي وانت بتحب بلدك عايز جيشك يبقى في في اقوى لا انا بحب بلدي وبحب ان جيش بلدي يبقى قوي واحب ان هو يتم استخدامه للدفاع عن الامن الوطني والامن القومي للدولة المصرية وهذا الجيش القوي بالاسلحة المتطورة اذا استمعنا لحمد موسى فالمفروض يكون عنده القدرة على التعامل مع سد النهضة لان ده تهديد مش لفرد ده تهديد لدولة لبقاء دولة وبقاء شعب في حالات حصلت من قريب ست مناورات عسكرية في شهرين ده بيقول ان كمان مستوى الكفاءة حسب الاخبار موجود اذا لا ينقصنا شيء للتعامل اذا وصلت الامور لهذا الحد حد الاستخدام او تدخل العسكري تعبئة وتأهب ست مناورات عسكرية في شهرين تدريب مشترك مع بريطانيا 28 نوفمبر 2019 اعصار 58 1 ديسمبر 2019 جسر الصداقة مع روسيا 7 ديسمبر 2019 مناورة بحرية 11 ديسمبر 2019 عملية برمائية 4 يناير 20 قادر 20 20 10 يناير 20 كل دي عمليات بتقول ان فيه تأهب وفيه مناورات اذا هذا الجيش وهذه المناورات قادرة على التعامل لحماية وجود الدولة المصرية ده مهم جدا ان احنا نقف عنده لان الكلام بس عن حلول دبلوماسية وسياسية ده من باب اللي يعني يظهر الضعف ولكن اذا كان الجيش بهذه القوة فالمفروض يبقى عنده الحل اذا تعطلت كل الحلول